أول خبر معنا في الحقيقة هو مهم جدا ويهم كل الأسر وزي ما حضراتكم عارفين أنه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بيبقى حاسس جدا بنبض الشعب وإحنا عارفين أنه ملف الكهرباء في الحقيقة كان عامل إزعاد كتير قوي علشان كده فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وده بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية الاجتماع تناول خطة تطوير منظومة الكهرباء الوطنية وآليات التمويل المتاحة في الصدد ده وتم استعراض الاستثمارات المطلوبة لتطوير شبكات التوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام خصوصا في محافظات الصعيد كمان اطلع الرئيس على جهود التوسع في مشروعات توليد الكهرباء وكمان مشروعات تخزين الطاقة المتجددة وصوب الاستفادة منها لمواجهة الأحمال المرتفعة ناقش الاجتماع كمان تطور الأعمال بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية ومجريات التنفيذ والجدول الزمني وما تم انجازه كمان تم تناول مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار واستعدادات البنية التحتية الوطنية للربط ده وتم كمان استعراض استراتيجيات العمل مع القطاع الخاص وده للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية لمواصلة النهوض بالخدمة وضمان جودة التشغيل وتحسين معدلات الأداء الرئيس وجه بمواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع محافظات الجمهورية وكمان العمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على استعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة في ضوء النمو السكاني وبرامج التنمية من خلال التحديث المستمر لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم وتعزيز كفاءة الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة بما يؤدي في النهاية إلى دعم وتعزيز جهود تحقيق التنمية الوطنية الشاملة